السلام عليكم ومرحبا من جميع طلاب علوم الطبيعة والحياة في فيديو جديد فيديو اليوم خاص بالنشاط الثالث وهو أحدد مظهر الرسائل العصبية وطرق انتقالها نقطة ما شفنا في الأنشطة السابقة النشاط الأول والنشاط الثاني النشاط الأول اللي تعرفنا فيها على طبقات انتع الجلد شفنا مكونات الجلد وشفنا مختلف المستقبلات المتواجدة على مستواها النشاط الثاني شفنا مكونات الجهاز العصبي الجهاز العصبي المركزي والمحيط وهدرنا عليه شوية عن دي طايي دونك هنا يوفق النشاط الثالث رح ينعط لك الرسالة هدي كيفاش تنتقل النوع الرسالة هدي وكيفاش تنتقل الرسالة هدي شوفوا تبعوا معايا مليح عنا هاد الرسمة رهي رسمة مهمة حنا شفنا قبل وهدرنا على المكون الأساسي للجهاز العصبي المركزي والمحيط فيه زوج اللي هو العصبون والعصبون الحاجة الاساسية اللي تشكلوا هو الخلايا العصابية يعني خلايا عصابية تتلمى مع بعضها 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 البعض قلنا وتشكل لك الجهاز العصبي هذي هدرنا عليها في الأنشيطة السابقة يعني اللي مش فهم درس السابقة يولي لها لأنه درس متابعة مع بعضها يعني كي تفوت درس شغلك فوت حلقة يعني كيني نحوهيج تقدر ما تفهمهم شبيا دونك شوفوا هنا يا شفنا طبقات الجلد شفنا في طبقة تحزي الأدماء قلنا بلي كين هاهو هذا العصب هذا قلنا كين العصب هذا اللي بالأصفر هذا اللي بالعصب ره يتمتد منه عدة نهايات عصابية دونك كينة نهايات عصابية كما هنا يا باسيني تقدغت الشديد عندنا الضغط الخفيف عندنا تلبلودة عندنا تلألم عندنا تلحرارة عندنا مختلف المستقبلات دونك حلية في المثال هذا الثالث يجدال لك هزلك غير جوسين باسيني جوسين باسيني اللي هو خاص بالضغط الشديد يعني انت يا كي تتكى على يدك بيها كي تتكى باليضمبل عيدك مليح هاكا وش المستقبل اللي راه وقادي يستقبل في هذا الألم ديفيبالك بلي باسيني راه وقادي يستقبل في هذا الألم لأنه شدوية ضغط قاوي كونجا ضغط خفيف راهو مستقبل آخر لانه في اول نشاط هنايا درنا تجربة اللي رح ندره عليها توت سويد رح ندره على التجربة هادي بشكل يعني سريع ماش نتعمقو فيها بزاف ريانو حنشرح لكم برا شوفو دنك اول حاجه جدرنا اجبنا هنا محلول فيزيولوجي وحطينا فيه الليف العاصبي هادا JMév dedi برا ك ه sixteen ليف العاصبي ماناها الليبببارتي هزينا وحطيناها في محلول فيزيولوجي دنك لببارتي هذي اللي هزيناها راهي فيها جوسيل بسيني معناها راهي تستقبلك الضغط الشديد صحي ده اه دا heure بحضري هاد الليف العاصبي حطيناه في محلول فيزيولوجي معناها وفرناه لوسط ملائم متنسوش بلي هذه خلايا راهي حساسه جداً هذه الحاجة الأولى الحاجة الثانية أنه المحلول الفيزيولوجي هذا يعني يقيس لك كمية الأيونات اللي كينا فيه لأنه هنا يا عنا راسم اهتزاس المهباطي ما تنسوش دونك راح نديرو عدة عمليات من التنبيه وشي التنبيه هذا منها راح نتكاو على الليف هذا راح نديرو له عملية ضغط نتكاو عليه هكا هذا يقول له تنبيه اشتن ذاكي دكرك تسمع في صوتي هذا هدي راحي عملية التنبيه هدو ما الأمورات اللي لاتن تفهمهم ناك كل الخطرة هنا يا نغيرو في شدة الضغط اللي هي عملية التنبيه وكل الخطرة تعطينا اه معلومات مختلفة شوفوا هنا يا في التنبيه هذا صفر فاصل اثنين راحو تنبيه ضعيف جداً منتقلتنا حتى رسالة عصبية يعني كديرت حسيت هكا جوسين باسيني هذا ما نقول لكش الإشارة يعني نحضلك على جوسين باسيني كي تمس بشوية هادي ما نقول لك شو سين باسيني هاد الإشارة عليا لأنه خاص بالضغط الشديد هو زدنا طلعنا شوية في الشدة صفر فاصل ستة معنا زدنا طلعنا شوية في الضغط نقلنا إشارة بس طح بشكل طفيف طلعنا أربعة قرام معنا نحطينا هنا وزن أربعة قرام شوفوا هنا يا رسالة كفين تقلتنا بشكل أسرع كي طلعنا إلى تلطهاش قرام شوفوا هنا يا التسجيل اللي عندنا شغل لهادو الأعمينة قرابل بعضهم أو ممتون شوفوا نقولوا باللي هنا يا السيالة العصبية والتي سيالة العصبية انتقلت بشكل سريع وكبير هادي وش معناها لهذا راح هادي نعاودون شوفوا هنا بشكل مختصر بش تفهموها مليح شوفوا معناها هنا يا كي درنا عملية التنبيه هنا يا درنا عملية التنبيه عندك جسين بسيني هذا ولا هذا ولا هذا ما استقبلنا الرسالة الاستقبلنا هادك الضغط لي درناه ولا 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 درنا رسالة عصبية الانتقلت هنا يا هادي الحاجة ليقيس هالك أرسم الاهتزاس الميباطي ل شونا على نتقال رسالة العصبية و نتقلت لن نعرف عندما نتقال و نتقال الرسالة العصبية إذا فاتنا نتقلت الرسالة العصبية الثhorian يزيد من طرحه ما نوعها ما نوع الرسالة العصبية اللي انتقلت ما نقل هكذا و ينتقلو لك اشارات و لا ما نوعان هم و شوفو كنفا رسمها هدى قبل ما رحوا نكملوا انذي طايي وهنايا. زروا هنيا عندنا خلية عصابية وهنا عندنا خليه عصابية. ومتصلين بعدهم. نقدرون للقاء خلية عصابية مرتبطة مع خلية عصابية. ونلقاء خلية عصابية مرتبطة مع الأعضاء المنفيدة عادي. شفو الخلية العصابية نقسمها إلى تلت أجزاء. تبع معايا مليح. عندنا الجزء اللوي هذا. هذا الجزء اللوي يقول له الجسم الخالوي. نروحوا الجسم الثاني هنا هذا يقول له الليف العصبي اللي قدرنا عليه التجربة صحيح نروحوا للبارتي هذا هذا البارتي يقول له مشبك يعني نقول له مشبك لأنه يصير فيه تشابك انت الخالية القبل المشبكية والبلد المشبكية هذا على اسمه مشبك اول حاجة هنا ياوش عندنا عندنا ناوات ناوات بدك ان نغيره اللون او مليح عندنا هنا يا ناوات الجسم الخلوي هذا عندنا ناوات هذه ناوات تصبح تصبح في سيتوبلازم سيتوبلازم ولا من المستحطن انكم تقولو نيوروبلازم نيوروبلازم لأنه هذه خالية حصبية هادو اللي هنا عندنا وشيع نقول لهم تفرعات شجيرية هادو تفرعات شجيرية رهم دايرين كي الأشجار دنك الجسم الخلوي عندنا فيه ناوات عندنا السيتوبلازم عندنا التفرعات الشجيرية وعندنا كذلك الغيشاء الخلوي ما نساوش هذا اللي هو غيشاء خلوي نروح البرتي الثاني اللي هو الليف العصابي الليف العصابي هادو وش يقولولو هنايا اللي الداخل هادو يقولولو محور اسطواني محور اسطواني اللي رح تنتقلك فيه الرسارة هادو ، هادو فيه ناي هدا هادو اللي هنا parrot هادو بالازرق ووش يقولولو , يقولولو غيمد النخاعين ولا المايلين غيمد النخاعين ولا المايلين هاد المايلين بيكون مغلف بغيمد شوان هادوها الالي بالخندراء يكون مغلف بغيمد شوان هاد غيمد المايلين هو عبارة على دهن راهو عازل اسمك ينتقلك الرسارة العصبية ما عند اوين تهرب لهك لهك اسمت تنتقلك طول تحت ورسلة العصبية تنتقل لك في اتجاه واحد يعني مسبقاش رايحة جاية طالعة هابطة رسلة كي تنتقل تنتقل طول منها من الجسم الخلاوي وتهبط إلى المشبك ما تصراش عملية العكس هدي ديرها في بالك مليح وعندنا هنا هادو هادو اللي تشوفوا فيها مادو صغار هادو شغل حفرات هادو هنا هادو يقولهم اختناق قرانفير شغل الخالية كي تتشبح تتشبح هنايات شبحات 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 شبحة هناي صار لك اختناق قرانفير حسو حتو خلاص مني نهدر عليها ما نقدرش نعلو بها اللي هي كيفاش تنتقل لك الرسلة العصبية قبل ما نكملو هنا المكونات هادو رسالة العصبية كيف تنتقل شوفوا الرسالة العصبية تنتقل لك عن تاريق حاجة يقول لها الوثب شغل الرسالة العصبية تنكز ما تمشيش قد قد على تنتقل لك الوثب باش تكون بشكل اسرح باش تنتقل لك بشكل اسرح شو كي نجيبو حجرة كي نجيبو هذيك اللقطة تجيب حجرة وترمي هاكا في الماء مبسطة و هذيك الحجرة ديلك هذيك اللقطة هاكا فاش رح نفهمها لكم انا ديلكم هذيك اللقطة هاكا تحتفلو طي فوق الماء كي ترمين تاريق حجرة وتلوبي هاكا هادي يكف تنتقل لك الرسالة العصبية لا تنتقل لك هاكا لانو تكون بشكل اسرع هادي لازم نحضر للكم عليها دونك هنها عندنا محور اسطواني وهذا انه غمض انو خاعين ولا المايلين نرحوا الى المشبك 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 وش معناها المشبك انو يتشابكو زوش خالية مع بعضهم اشتو النهايات هادو تفرعات النهائية هادو تاع الخالية اللوله يتشابكو مع الشجيرات انتهى اه الخالية العصبية الاخرى نقح يقولو لك مشبك مشبكو هنا نقولو لهم تفرعات نهائية للمحور الاسطواني تفرعات نهائية للمحور الاسطواني اسطواني صحيح reading ب,, č دونك هادو التفرعات الشجيريا النهوات السيتو بلازم الغشاء الخاوazione هاكا بشيبانوا لكم بشكل اوضح محندكم حتاا سبا صاحا دقحته لهناار عناملىه نحن ن купل الغالي العصبير نضرة اللحظ ون mission ان يستطيع الرسالة العصبية وكين تستقيع لدينا لدينا على الأسم Let's Say علينا نقص d Eu everyone سلطنا عندما سلطنا التنبيع انتقلت لدينا مع الأسمية يаг COТ لدينا منا ربع creatures السيارة العصبية. شوفوا كينا حج حدخرة هنا لازمني نهدر لكم عليها مهمة جدا. شتو هاد الليف العصبية راهو عنده إشارات. الليف العصبي الإشارات اللي يكونوا فيه الداخل يكونوا فيه إشارات سالبة. حكا على طول الليف العصبي إشارات سالبة. وبره يكونوا إشارات مجبه كي نقول لك أنا إشارات مجبه رهم شوارد. فهمتني رهم شوارد ممش إشارات هكا زيدو ناقصي طايشو. يقول لك باريكزبك الأنا. الأنا بليس ولا الكاتيوم ولا الكلور. هادو هما اللي يحملو لك الشوارد اللي يحملو لك الإشارة. دونك لازم تعرف بلي الداخل الإشارة نتع طول الليف العصبي. يكون عندك هكا. الليف عصبي. الإشارة نتعو. هنايا الداخل تكون سالبة. وبره تكون موجبة. دونك الليف كي ما يصرالوش عملية تنبيه. ولما تصرنا حتى حتى ما نبه خارجي. الليف وش يكون 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 في حالة راحة دونك منتقلت نحت رسالة عصابية. الليف يكون بهذا التاريقة. هادي نقولولو في حالة الراحة. بصح الليف العصبي كي ندير ولو عملية تنبيه. راح تختلفنا هادي الإشارات. وش يولي عندنا؟ يولي عندنا لي زايد. يولي ناقص ولي ناقص يولي زايد. إن شاء الله في الديرمينار راح توصل لي هادي وتقرأها اون دي طائر. هم دوكا في فاتس المستر يقرأوا انتصال العصبي ويتطرقوا الى هاد الامور بالدي طائر. هو التفصيل المومين. على هدرت لك على الامورات هادو كامل على الاستيقطاب وزود الاستيقطاب وعلى الإشارات اللي تكون هنا. تبع معايا دوك تفهم معايا مليح. قلنا باللي هنا يا شوفو قبل ما دي طايوف النوع عندك الليف في حالة راحة والليف في حالة ناشاط ولحالة تنبيه. هنا مستقطب وهنا زاوال استيقطاب. هنا في حالة يكون مستقطب معنا راهو في حالة راحة ما كان انتقال حتى رسالة عصابية. هنا يا لا توجد رسالة عصابية معناها راهو مسترخي. اما هنا تقلك الرسالة العصابية على شكل كهربائي. على كهربائي لي كان لأنه كان شوارد على شكل كهربائي على طول الليف. دوك زاوال استيقطاب باوتوماتيك مش حد تكون عندك إشارات كهربائية. وسطر لي عليها كهربائية على طول الليف. دوك كي تكون لك هنا يا كهربائية على طول الليف. كي توصل هنا يا بعد. كي توصل هنا يا راح تدخل فيها أمورات كيميائية. وتقرأ من شاء الله في تيرمينا راح تشوفوا وما إلى ذلك ومجموعة من الشوائق المتدخلة. دوك هنا يا لازم تعرف باللي إشارة تكون كهربائية. كي توصل للنهايات هادو. حتكون كيميائية. دوك كهربائية. ومعدها تتحول إلى كيميائية. انا سينبسط لك في المفاهيمة. ونتخمة من طيب الغالوجيك. مادام كيين البلوس. ومادام الكيين الموعة. شوف برئيزمبل كي ما يقرأوا الدارة تاعة الموجب والسالب. ويديروا عملية هذه التوصيل بشعلهم اللامبة. أي نفس الطريقة هنا يا. مادام كيين الموجب والسالب هنا يا. أوتوماتيك مور راح نحضروا على الكهربائي. إشارات كهربائية. هاديك نقولوا نوع الرسالة هنا يا. على طول اللي في العصبي. نوع الرسالة راح تكون رسالة ولا إشارات كهربائية. بس رح نبدأ لمستوى إن مش بك حتكون رسالة عصبية. دونك في الأخر وشو نقولوا. نقولوا إنه التنبيه راح يولدنا رسالة عصبية. كيين ديلك تنتدك كي رات تسمع فيها داره وتنبيه. كيين رأي رسالة عصبية راي تنتقل من الأدن تاعك إلى الدماغ داعك. ويمتروح لك هاد الرسالة إجزاكتما. شب حنزيدون دي طايقهم فيها. الرسالة العصبية. ولا تنبيه هذا اللي راح يصرع لك. راح يروح لك إجزاكتما على مستوى القشرة المخية. قشرة تاعك هادي راح القشرة ديقول لها قشرة مخية. اللي هي الكورتكس. هي المسؤولة عن استقبال الرسائل العصبية. دونك تستقبل الرسائل الرسالة العصبية. سوى رائحة عن طريق الأنف. سوى كيتمسها كحاجة نائمة. ويحللها مخك بلي راي ميش. ميش خاشينا راي نائمة. سوى آآ دوكك يراك تسمع فيها. هدو كامل وين يروحوا. هدو رسائل العصبية يروحوا إلى قشرة المخ. اللي ورح يحللها ويناليزيها. ويعرفوا الشي هي هادي. هدفي ما يخص آآ نقل الرسالة العصبية. نقل نقل الرسالة العصبية. شفناها نقولوا بلي اول الحاجة. الرسالة العصبية ولازم نعرفها ونأكد لكم عليها. الرسالة العصبية تنتقل في اتجاه واحد. الرسالة العصبية ما اسبقاش ترعى عبطة. تنتقل في اتجاه واحد. الرسالة العصبية تقدر تكون من خلية عصبية إلى خلية عصبية أخرى. وتقدر تكون من خلية عصبية إلى العضو المنفذ. فاريزمبل من خلية عصبية إلى اليد نتاعك. يعني خلية عصبية مع عضو آخر. تنتقل آآ رسالة العصبية في اتجاه واحد. رسالة العصبية على طول اللي يفتكون على شكل إشارات كهربائية وكي توصل للمشبك تتحول إلى آآ كيميائية يعني حس دخلوا فيها أمارات كيميائية هذا بنسبة إلى نقل الرشالة العصبية هذا النقل المعلومات كامل هدو كامل التنبيهات ومن راح يجمعوا يجمعنا في القشرة المخية هذه القشرة المخية هي اللي بتلملك جميع الرسالة العصبية وتحللها لتحللها لك لكن راه هي رائحة لكن راه هو صوت لكن راه هو ملمس إلى آخره يعني كل شي راح للقشرة المخية لها تستقبل لك الرسالة والرسالة وتحللها لك دونك هاد لبرتي كامل راني حندي لكم عليها فيديو وحدة آخر وحدة نشرح لكم إن شاء الله عندي طيب بطريقة مبسطة وينتقدروا تفهموه ونسي إني نعطيك ليميطود والليزاسيوس باش تحفظها وتفهمها بطريقة مبسطة دونك هنا ينكر وصلنا إلى نهاية الفيديو وانتقي في الفيديوهات القادمة إن شاء الله